غدت إعلان فرانسواء أولوند عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي منذ عام 1958 لا يسعى الحصول على عهدة ثانية باتت الأنظر تتجه إلى رئيس الوزراء منويل فالس الذي أشرت استطلاعات رأي أخيرة رغبة الفرنسيين بفوزه بترشيح الحزب الاشتراكي فالس الذي أشاد بقرار أولوند عدم الترشح للانتخابات شدد على ضرورة الحفاظ على إنجازات الحكومة يجب أن ندافع عن سجلنا يجب علينا الدفاع عن أفعال حكومتنا وسأقوم بذلك كما فعلت دون كلل منذ عام 2012 ومن المتوقع أن يعلن فالس البالغ من العمر 53 عاما والمعروف بميولي المؤيدة لقطاع الأعمال ترشحه للفوز بترشيح اليسار خلال الأيام المقبلة